فاتهم أن يركزوا جيدا في حركة مساعد كوشنر الذي رفع حذاءه في وجه سيدكم محمد السادس محمد السادس استقبل هذا الوفد وهو يلبس في يده واحد الخاتم وواحد سنسلة مربوطة مع القرمت دياله يعني القرمت مربوطة بسنسلة ووصلة الخاتم دياله ومثل هذه الأكسسوارات لا تراها إلا في أيدي النساء فهنيئا لكم بعروسكم التي تجملت وتزينت بأبها الحلل لعريسها كان يبدو جاليا من حركاته المتثاقلة أن جسد الرجل أصبح واهنا منهكا جدا بالمقارنة مع حركات باقي الحاضرين الذين كان يبدو عليهم الحيوية والنشاط بل إن السعادة تبدو على محي البعض الآخر وكأن الإنجاز الذي سيقبل عليه هو تحرير القدس وليس بيعها فيما كان البعض الآخر يبدو متوجسا مرتبكا لأنه لم يمضي على تصريحه بأن التطبيع خيانة إلا بضع أسابيع وها هو اليوم يقوم بما اعتبره بالأمس خيانة وصفها بلسانه ولم يتهمه أحد بدى محرجا جدا لأنه على ما يبدو قد تم الدفع به للواجهة وأنه لا يملك من أمره إلا الخضوع بل عليه أيضا أن يبدي سعادة حاول أن يظهرها لكنها لم تظهر وأنا أتفهمه المرة الأولى تكون صعبة جدا لأي عذراء تفرط في شرفها خصوصا إذا كانت تفعل ما تفعله أمام الملأ وعلى رؤوس الأشهاد لكن لا عليك يا عثماني قد فضت بكارة الخيانة الحياء المرة القادمة ستكون أسهل وستكون أريح ولن تجد حرجا فيما تفعله خصوصا وقد خرج بالأمس أبوك الروحي بن كيران يدافع عنك وعما فعلت تارة يلمح أنه لم يكن لك الخيرة في أمرك وتارة يلوح بكلمات تفيد أن صاحب الضار هو المسؤول عما حصل فالبيت بيته هو من يأتي بالنساء وهو من يأتي بالزبناء وهو يقرر أيهن ستضاجع أي زبون فلا تكثر الكلام فصاحب الضار هو الأدرى بمصلحة أهل الضار لكن لا تغفلوا أيها المغاربة إن صاحب الضار لم يعتبركم يوما أهل الضار فكلما كان الحديث في المغرب عن الدولة فتيقنوا أن الشعب ليس جزءا من الدولة التي يقصدون لأن الدولة عندنا هي الملك ومستشاروه وحكومته والمؤسسات التي تخدم الملك فقط وتخدم بعضها البعض فالمواطنون يعتبرون زبونا أيضا للدولة لكنه زبون من نوع آخر يعطي ولا يأخذ ليس كباقي الزبناء الذين تتم استضافتهم داخل القصور وتسكب لهم الخمور ويعرض عليهم الشرف كسلعة من طرف أشباه الرجال هم أيضا يعرضون كأي بضاع لها ثمن تباع وتشترى ومن بين الأشياء الغريبة التي لم يلاحظها الكثيرون في تلك الليلة الحمراء هو أن الجسد الملقى على الكرسي أبى أن تمر هذه اللحظة التاريخية بالنسبة له إلا وهو يعرض شجرة نسبه المزعوم تخيلوا معي ما المغزى والمعنى من أن تعرض شجرة نسب غير معلوم وتنسبه زورا إلى رسول الله في مكان مخصص للرذيلة وكأني به يستغيث ويستنجد بأي أسطورة خلقها هو وأجداده كي تنجيه من عواقب ما أقدم عليها وكي تبقى السلالة على العرش وكأنه يريد أن يمسح الخيانة بصورة لشجرة مزعومة وكأني به يريد أن يتطهر من نجاسته بأن ادعى نسبا يصله إلى أشرف الخلق وكأني به يصيح اشهدوا يا قوم أنا حفيظ رسول الله وما يعنين حتى وإن كنت فعلا حفيظ رسول الله وحاشاه أن تكون حفيظة ما يعنين فعلا هي أن تقتفي خطى رسول الله وأن لا تسرق أقواتنا باسم رسول الله وأن لا تقطع أرزاقنا باسم رسول الله وتستبيح أعراضنا باسم رسول الله ولو كنت فعلا تؤمن بالله ورسول الله ما كنت لتضع اسمك في أعلى الشجرة وتضع أسفلها اسم علي وابنة رسول الله فلست أكرم عندنا من نعل الرسول لكني أرى خللا بالشجرة ويجب أن يحدف منها اسم رسول الله ويوضع عليها اسم جدك البهشة فالنجاسة لا يلائمها إلا النجاسة ومن بين الأشياء الأخرى التي مرت مرور الكرام على أغلب المغاربة الذين ركزوا كثيرا مع بن شابات عندما قال لايبرك فعمر شدي وهللوا لهذه العبارة التي كانت بالنسبة لهم دليلا على أن الأجانب يقدرون سيدهم أيما تقدير لكن فاتهم أن يركزوا جيدا في حركة مساعد كوشنر الذي رفع حذاءه في وجه سيدكم محمد السادس طيلة اللقاء وهذه الحركة لا طالما يلجأ إليها السياسيون الأجانب عند لقائهم مع الرؤساء العرب كي يبرزوا قيمتهم الحقيقية لأن هؤلاء الأجانب هم من يعلم جيدا حقيقة هؤلاء الحكام أكثر منا لأنهم هم من يفاوض معهم في الكواليس ويعلمون بأي ثمن قبل أن يبيعوا أنفسهم ويبيعوا شعوبهم ومن بين الأشياء المثيرة للضحك التي توضح إلى أي درجة العثماني هو سخاردي الملك فقط وأنه وقع على اتفاقية لا يعلم ما بداخلها هو أن الرجل طلب منه التوقيع فوقع في المكان الذي طلب منه أن يوقع فيه بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وذولة إسرائيل يوقعه عن المملكة المغربية السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ثم بعد التوقيع وفي اللحظة التي كان الكل منشغلا في أخذ صورة للحظة التاريخية العثماني لم يتحكم في فضوله الذي دفعه إلى العودة إلى قراءة الاتفاقية لأول مرة كي يعلم على الأقل علاش وقع وعلاش سينة لكن هيهات فات الأوان يا عثماني ويتفكر ويكن تراطع وبما أن العثماني هو الذي وقع عوض أن يوقع محمد السادس بصفته هو رئيس لجنة القدس ورئيس الدولة رأس الحربة أو يوقع على الأقل بريطة لأنه هو الذي يشرف على المفاوضات مع الكيان المحتل منذ ثلاث سنوات فهم بهذا يعاقبون حزب النذالة والاعتماني أيضا ويجنبون محمد السادس أي حرج كي يقال فيما بعد الاعتماني خاننا ويقال المالك جابلنا الصحراء وبما أنهم يستعملون التوقيع على الاتفاقية كوسيلة للمعاقبة فهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن التطبيع ليس الأمر الذي يمكن تمجيده لكن هذا لا يعني لهم شيئا لأنهم قوم يؤمنون بالربح والخسارة فقط يعني ناس ديال المصالح تشوفوا في النهاية شحال غايشة لهم ديال الربح فتخيل رئيس حكومة يدفع به إلى التوقيع على اتفاقية ويوقع عليها دون أن يعلم محتواها ورئيس حكومة أسبق آخر يخرج ليرض على من رفض الاتفاقية وهو أيضا لا يعلم ولا يهتم لأن همه أن يقنع الناس أن يبقوا خلف سيدهم لأن في الخيانة مصلحة عليا للبلد على حد قوله وهل من مصلحة أكبر من استمراره في تقاضي تسع ملايين شهريا الاتفاقية التي لا يعلم الموقع عليها ما هيتها وما الهدف منها من خلالها نعرف شنهي السياسة في المغرب وشنهي الأحزاب والبرلمان والمؤسسات هي فقط تستعمل لتنفيذ الأوامر والحفاظ على العرش للعلويين وأيضا لاغتناء ولا أحد منهم يفكر في مصلحة البلد سواء الاعتماني أو من سبقوه أو الذين سيالونه لكن هناك واحد اللقطة أجمل فاتت الكثير من المغاربة هذا اللقطة صراحة يلزم التعليق عليها بالدريجة دينا محمد السادس استقبل هذا الوفد وهو يلبس في يده خاتم أو نقوله واحد الخاتم وواحد سنيسلة مربوطة مع القرميت ديالو يعني القرميت مربوطة بسنيسلة وصلة الخاتم ديالو ومثل هذه الأكسسوارات لا تراها إلا في أيدي النساء فهنيئا لكم بعروسكم التي تجملت وتزينت بأبها الحلل لعريسها والأمر الغريب الآخر هو أن التطبيع عندما خرج أعلن عنه الرئيس الأمريكي وقال أنه أجرى محادثات معامل مع محمد السادس نتانياهو أيضا خرج قال أنه أجرى محادثات مع الملك الديوان الملكي هو من أصدر بلاغا يخبرنا عن التطبيع برغم أنه جاء من بعد الإعلان ديال ترامب والإعلان نتانياهو لا إشكال الكيان الصهيوني عندما يوجه رسالة شكر يوجهها للمالك محمد السادس لكن في ليلة التوقيع شاهدنا كوشنر يوجه كلمة شاهدنا بوريط يوجه كلمة أيضا شاهدنا بن شعباط يوجه كلمة لكننا لم نسمع لمحمد السادس صوتا الذي ينسب إليه هذا الذي يسمونه إنجازا هو اللي جاب لنا صحرا وهو اللي جاب لنا السلام الفلسطين وهذا الشي اللي داروا يعني شي حاجة كبيرة لنحن ما كنفهموش لها حسب قولهم هما حسب قول العيشة هذا محمد السادس ما قالش كلمة لم يخاطب للمغاربة ولا إخوانه الصهايين ذاك شي باش تنقول لكم أن محمد السادس باش يهضر ولا باش يخاطب الناس بشكل مباشر الإعلام ضروري كتكون عنده استعدادات بالكواليس باش كيوصلون لك فقط ذاك شي اللي بغاو لأنه لو تكلم مباشرة لا ظهرت عيوب وفضائح أدهى من تلك التي نراها في الخطاب بالرغم من أن الخطب كتكون مسجلة فهل السبب في عدم إلقائه الكلمة وعدم توقيعه هو الحالة الصحية لأنه مقارنة بالاستقبال ديال كوشنر في السنة الماضية خرج الملك بنفسه لاستقبال كوشنر لكن هذه المرة الملك ظل بجانب كرسيه في انتظار الوف احتجل عنده كوشنر لأن وجوده بجانب الكرسي مهم جدا تحسبا لأي عياء يصيبه وآخر ملاحظة هو أنه ضمن البرنامج كان هناك حفل عشاء يترأسه الملك لكننا لم نشاهد لا حفل عشاء ولا غداء ولا فطور ولم يتم الإعلان عن الإلغاء وبما أن صحافتنا غير قادرة على التدقيق في هذه التفاصيل وطرح الأسئلة فقناة فسحة في خدمتكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم السلام عليكم اشعلم المرة في خاطري تانك عنا لي أمنى معك تشبكري أخويا راك انت اللي عيان شح ويش تجو صحة أخويا ماشي بالخاطر لش بتجو الصحاب عرف رواحك فيهم صبر وخي يحلفوا على مصحاف تقبي يا راك غير مغامر سالة وقت الطاحك أخويا دابة وقت العامر